السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم النهاردة بإذن الله هنتكلم عن ألرم الاس بي دي فولت والاس بي دي هو اختصار لسيرج بروتيكتيف ديفايس والألرم ده ما بيجي بيسمع معي عليو 2000 باسم باور كابنت لايتنينج بروتيكشن طب القطع دي وظيفتها ايه؟ القطع دي بتبقى موجودة في كابينة الريكتفاير ودي مهمتها ان لو في زيادة في شحنة الطيارات الكهرابي هي بتصرف مع شحنة الزيادة ديت ويتفرخة في الدرس فاحنا ان شاء الله في موقع عليه الألرم ده هنشوف احنا هنتعامل معها ازاي ونروح الموقع مع بعض باش مهندسين احنا كده وصلنا الموقع وهلوج على كابينة البيتي اس طبعا اليوزر نيم ادمن والباسورد اتش دابليو بي اس اتقوم كده احنا لجينا مع بعض لو نجيب الألرم هو الألرم جاي فيه على كارتة اه في بورت سبعة عشر وفي نفس الوقت هنلوج على الريكتفاير بكتب اسم البرتوكول ما نساش اتش تي تي بي اس وبكتب مية تنين وتسعين اه مية تمانية وستين زير وعشر طبعا اليوزر نيم ادمن والباسورد تشينج مي ويسي كابيتل ما ننساش طبعا الالرم اللي موجود عندي على الريكتفاير لو نجيب اكتف طبعا ندور عشان نفاتح الباب اه اللي هو ده الالرم اللي موجود على الريكتفاير هنحاول ان نصك كده يكون اللي اتنين بينين قدام حضراتكو على الشاشة تمام هنا كده انا طبعا جاء على بورت سبعة عشر ممكن في سؤال ينترح هو انا ازاي لاجيج على الريكتفاير والبيتي اس في نفس الوقت الموضوع بيتلخص ان كنت عملت فيديو قبل كده عن راوتر كده انا مبورو اه ممكن افتح الكاميرا واوريه لحضراتكو هو ده ده عبارة عن راوتر قديم ويجايب له باور سبلاي بياخد تمانية واربعين ومخرج تسع فولت اه وده كابل الباور موصل له باور عادي ااخد تمانية واربعين فولت وده الكابلين كابل رايح للجي تيم يو والكابل التاني رايح للريكتفاير طبعا الفكرة ديت اه ممكن تنفعك في الاود دور اه في مطر اه ممكن تحط الراوتر ده جوا كابينة وتقفلها وتلوج وتبعد عن الكابينة عادي طبعا باش مهندسين هو ده السيرج الريستور اللي فيه مشكلة ودي القطعة احمر اللي جايب احمر دي هي ديت اللي فولتي وطبعا اه معنى احمر انها فولتي لو اخدر يبقى كده شغالة تماما هو موجود على يمين جاب مفتاحة تلاتة وستين امبير طب نحاول نجيب الالارم كده على شاشة البي اميو طبعا زي ما واضحوا ده محضرتك هو اي سي اس بي دي فولت هاللي ظهر معانا اه على اللاب طيب لو ننتهز الفرصة ونحاول نوضح لكم الالارمات اللي مكانيكة ده الكابل اللي جاي من اه الريكتفاير دي الالارمات اللي طالعة من الريكتفاير جاية على كارتة الاميو اه لو نستعرض سريعا كده عندي على بورت خمستاشر بتوصل ال اي سي فليار بورت ستاشر السبعتاشر التمنتاشر اللي احنا شغلين عليه الالارم اللي هو موجود حاليا تساعتاشر البتاري فيوز العشرين بتاري اه تيمبريتشار واحد وعشرين الدور ستيتاس واتنين وعشرين دي اي اه سيكس الالارم ده اللي بتوصل عليه الفنات والحاجات بتاعت الكباين كباين الترانسيميشن والريكتفاير طيب نرجع نرجع للبرنامج بتاعنا هو انا طبعا الاكشن اللي هاخده في الحالة ديت ان انا بغير القطعة الفولتي اللي موجودة في السيرج وبراعي ان كل ان الارضي اللي قطعة والفازات لها قطعة بتختلف عن بعضه ما ينفعش يركبه مكان بعضه طبعا باش مهندسين هي دي القطعة اللي هغيرها طبعا هي كده خضرة ده دليل عنها شغالة تمامها حطها بس مكان القطعة الفولتي وهضغط عليها كويس وطبعا هنركز على الالارم المفروض الالارم ان شاء الله كده يقلير معانا طبعا كده الالارم آآ قلير على البيتي اس وعلى آآ الريكتفاير آآ طبعا يفضل في البروتكشن بتاع الكهرباء ان انا ما لوبش على الارم زي ده احاول احل المشكلة لان الحاجات دي مهمة جدا وبتحمي آآ الاجهزة طيب لو نحاول نشوف الالارم ده لو نرجع لريكتفاير ونجيب آآ سيستم سيتنج ونجيب الارم بارامتر من الجنب هنا واختار باور سيستم واعمل كونفيرب آآ هنا آآ الالارم الاس بي دي فولت متعرف معمول انابل اقدر اعمله من هنا هو ميجور مفتوح على الارم اربعة طبعا ده بتاعه حبيت اوضحه لكم في نهاية الفيديو بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله